بس أستغطى حضرتك معانا مداخلة قوية من الأستاذ الدكتور يصف الغربوي رئيس جمع الجنوب الوادي أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا وسلام محمد فرنديك ومشاهدينك الكرام أهلا بحضرتك النهاردة معانا الأستاذ الدكتور محمد حجازي يوم مستشار الأسبق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحيات المعالي لأستاذ الدكتور محمد حجازي أهلا بحضرتك يا دكتور يا دكتور حبين بس نعرف من حضرتك الأول ملامح العام الدراسي الجديد والجامعة جنوب الوادي أو الجامعات المصرية هتكون مستعدة لها إزاي؟ دعني أولا أحدثك عن جهد الدولة لجامعة جنوب الوادي وجامعة بعيدة عن أضواء العاصمة طبعا جامعة جنوب الوادي يمكن فيها لو تكلمنا على المشروعات الكبرى في جامعة جنوب الوادي نحن بصدد الانتهاء من مجمع مدرجات كلية تطلب بـ 198 مليون وسوف تتسلمه الجامعة في يونيا 22 عبارة عن 15 مدرج ساعة 500 طالب ست مدرجات ساعة 800 طالب مبنى اختبارات على مقام على 671 مدر مرضى غرف استقبال وغرف لعضاء التدريس ده المشروع الأول المشروع الثاني معامل كلية الهندسة القيمة التعافضية بتاعة 189 مليون ويتم الانتهاء منه في يناير 22 المستشفى صحة المرأة والمستشفى المتخصص لصحة المرأة وما يتعلق بها وهو المستشفى المتميز في جنوب الصعيد بإذن الله القيمة التعافضية له 198 مليون وانتهي الأعمال الانشائية له في 22 سنة 22 بساعة 386 سرير وست غرف عمليات المبنى التأهيل والعلاج الطبيعي المقام على 11.162 متر مربع القيمة التعافضية له 173 مليون 369 جاء عبارة عن أربع مدرجات صغيرة مبنى للكلية 12.6 معامل والمبنى ده حيبقى الأكبر بإذن الله في الشرق الأوسط مساحة وعددا وعدة ويفترض الانتهاء منه بتاريخ الأول من مايو سنة 22 بطرح المبنى للاختبارات الإلكترونية لتقيق الأسبقية الثانية للدخول في الاختبارات المميزة الاختبارات الإلكترونية تحقيقا لرؤية الدولة في تحويل الاختبارات في الجامعات الاختبارات الإلكترونية مبنى يسع 6.000 طالب في الفترة الواحدة معدل التنفيذ فيه أو سوف يستخرج التنفيذ فيه 30 شهر دين كده المشروعات الكبرى الجاري حاليا في جامعة جنوب الوادي لو كلمنا على الاستعدادات للعامة الدراسي الجديد أولا خليني أقول لأننا لم تبرع ديادات على المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة أيضا أسعار المدن الجامعية كما هي الإقامة في المدن الجامعية 350 جنيه شهريا مع ملاحظة أن الطالب إقامته في المدن الجامعية تتكلف ما يتجاوز 2.250 جنيه والفرق هو جهد ده شهريا يا دكتور نعم شهريا شهريا نعم أطالب يدفع 350 جنيه لكن هو تكلفة الفعلية لقاومة أطالب الجامعية 2.250 جنيه والباقي ده عبارة عن جهد الدولة في دعم أطالب الجامعي في جنوب مصر ده سكن بجانب الوجبات مش كده؟ نعم سكن بوجبات من ثلاث على مدار اليوم جميل جدا سوف نستوعب هذا العام 3.400 طالبة و700 طالب مع مراعاة التباعد الاجتماعي والظروف والاحترازيات التي يجب اتباعها في ظل هذه الجائحة أيضا تم الانتهاء من وضع الجداول الدراسية بنظام التعليم وجها لوجه داخل القاعات وعودة لأنماط التعليم قبل الكورونا وأيضا عندنا استعداد ونسخة من الجداول في صورة على نمط التعليم الهجين في حالة تفشي أو زيادة الأعداد المصابين لا قدر الله مع ملاحظة أن يمكن برحة باللاحظ انكسار وانحصار في الأعداد في الموجة الرابعة من هجوم الكورونا وطبعا التعليمات والتوجهات من معالي أستاذ الدول خالي عبدالحفار وزير التعليم العالي أنه لن يسمح لأي ضالب أو أي منسوب من منتسبة جامعة جنوب الواد أو الجامعات المصرية عموما بالدخول إلى داخل الحرم إلا وهو متلقى التطعيم بالتالي احنا مكسفين جهودنا حاليا بالتعاون مع وزارة الصحة في توفير الجرعات حتى نغطي جميع ضلاب وضالبات وأعضاء تدريس والعاملين والإداريين وكل الفرق العاملة في جامعة جنوب الواد قبل بدء العام الدراسي لا يكون في أي مركز من بر عادي تطعيم يا فندم يا فندم طالب هو طالب من طلاب جامعة جنوب الواد احنا عاملين جدول زمني للكليات بأيام محددة للطلاب القدامى أما الطلاب الجدد الوافدين على جامعة جنوب الواد عندما يقدم الطالب إلى الجامعة ويطلب منه أداء الكشف الطبي في الإدارة الطبية يوجه مباشرة إلى نخاطة تطعيم المنتشرة داخل الجامعة حتى تلقى تطعيمها يعني النقاح والكشف الطبي في نفس اليوم نعم يا فندم ده بالنسبة للطلاب الجدد بالنسبة للطلاب القدامى معمول جدول موزع على مدار الأسبوع للكليات المختلفة ونقاطة تطعيم منتشرة داخل الجامعة تؤدي عملها على أكمل وجه والأحصائيات كل نهاية يوم وترفع إلى معالي وزير التعليم العالي الأستاذ خالد عبد الغفار الذي يشهد التعليم على يديه وفي عهده نفرة متميزة في مختلف المجالات يعني كده دكتور الحضور هيكون طوال أيام الأسبوع بالنزام القديم وفي حال التفشي في حال التفشي الكورونا ربنا ما يورينا الأيام دي هيكون في نزامة الهاجين هنبدأ عن نزام الهاجين بإذن الله تعالى لكن الإجراءات الاحترازية تجري على قدم وساق وعمليات تطعيم تجري على قدم وساق أيضا من ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تم الإعاز للكليات كسيفة العداد في قضاع الإنسانيات نصف قلية الحقوق والتجارة والأداب والتربية إلى الانتهاء من إجراءات تحويل الكتب الورقية والمذكرات الورقية في الجامعة إلى كتاب إلكتروني محكم ويعرض على لنية مختصة في الأقسام متخصصة لدراساته وإقراره ويرفع على منصة الكلية منصة التعليم الإلكتروني في الكلية وبالتالي أو يسوق للطلاب في صورة سيديهات في الحالة دي يدفع مستحقات أو تخليفة هذا الكتاب ويضاف إلى القائمة المصروفات الدراسية بحيث سبق العملية منضبضة والصيدرة على عدد الساعات وما يدفعه الطالب من مصروفات وما ينفقه الطالب في شراء هذه الكتب عملية منضبضة تتم وفق خطة محكمة ولن منضبضة تؤدي أداءها وفق صحيح القانون ونأمل بإذن الله أن يكون عاما مليء بالنجاح والتوفيق لطلابنا كل إجراءاتنا خلاص انتهت ضربنا أيضا الكليات على تحويل لوائحها إلى لوائح ساعات معتمدة وخصوصا كلية التجارة والحقوق والتربية كل الكليات هتكون بالساعات المعتمدة بدأنا معامل الحال الكليات الانسانيات وأيضا كلية العلوم مخالفت إلى نظام الساعات المعتمدة وكل الكليات قطاع الإنسانيات تم رفع لوائحها المعدلة إلى صورة الساعات المعتمدة إلى لجان الخضاع المختصة ونحن في انتظار إقرار هذه اللوائح واعتمادها يعني الجامعة تقف على قدم وساق في انتظار بدء العام الدراسي من طريق 19-9 تم عودة جميع العاملين بالجامعة وإلغاء جميع أنواع الأجازات لكافة منتسبة الجامعة والجامعة خليت نحل في السباق لاستقبال طلابها الجدد ولبدء العام الدراسي بإذن الله إن شاء الله دكتور ربنا يوفقنا ويوفق حضراتكم في تنظيم الجامعة وتكون عام دراسي مسمر ومفيد لكل الطلاب وبشكر حضرتك أستاذ دكتور يوسف الغرباوي رئيس جامع الجنوب شكرا شكرا ربنا يخذ لك يا دكتور ربنا يخذ لك محسن